المنتخب البرتغالي يقلب الطاولة على تشيك بهدفين لواحد ويحقق النقاط الثلاث في ختام مثير لجولة الأولى بدور المجموعات في بطولة يورو 2024 لكرة القدم في مباراة كان من المتوقع أن تكون نزهة له برازيل أوروبا ضفر بالفوز بهدف في وقت قاتل سجله البديل فرانشيسكو كونشيساو ليقود منتخب بلاده للفوز في مستهل مشوار الفريق ببطولة أوروبا بعد إلغاء هدف سجله دياغو جوتا في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي وعلى عكس مجرية اللعب فوق العشب الأخضر لوكاس بروفود يقدم هدفا لتشيك في الدقيقة الثانية والستين احتفال لم يضم سوى لسبع دقائق ليسجل زميله روبن هاراناتش هدفا بالخطأ في مرماها وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع أخطأ الدفاع تشيكي في تشتيت كرة عرضية ليقابلها فرانشيسكو كونشيسو بقدمه في الشباك مسجلا هدف الفوز للبرتغال في توقيت قاتل